بحثت وزيرة التعاون الدولي صحر نصر مع المدير الإداري العام للبنك الدولي للإنشاء والتعمير كريستالينا جريجروفا الاستفادة من خبرة البنك ومساندته لعدد من البلاد في بناء مؤسسات منفتحة وخاضعة للمسائلة جاء ذلك على هامشي ترأسها الوفد المصري في اجتماعات الربيع للبنك الدولي بواشنطن وقد أشادت المسؤولة بالجهود التي تبذلها مصر في الحوكمة ومكافحة الفساد حيث أعلنت عن موافقة البنك على دعم الجهود المصرية في مجال الحوكمة بما ينعكس على تحسين مؤشر الحوكمة في التقارير الدولية التي يصدرها البنك والعمل على إبراز مصر كدولة رائدة في هذا المجال